أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تلقت الرد الأمريكي على الملاحظات الإيرانية في مساودة نص الاتفاق النووي المقترح من الاتحاد الأوروبي وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تعكف على دراسة الرد الأمريكي وستقوم بالرد عليها عبر المنصق الأوروبي هذا وقال رئيس منظمة التاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده لن تسمح بعمليات تفتيش تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي تأكيده ضرورة إغلاق التحقيقات قبل يوم من أي اتفاق على إعادة إحياء الاتفاق النووي يأتي هذا فيما توقع مسؤول أمريكي أن تصدر واشنطن ردها اليوم على ملاحظات إيران على المقترح الأوروبي الخاص بالعودة إلى الاتفاق النووي